الخبر اللي عادة عنه محمى جواني ووصول حسابة بالتيك توك لي 2 مليون متابع فإن شاء الله ألف مبروك وأقبال 10 مليون يا ربو طبعا تسوري حبايب إنو تباركونا بالكومنتات على هذا الإنجاز طبعا حلنوث الوقت نزل مقطع القناة باليوتيوب ويها عيدة سوا بها مقلب هي ناس اللي بني اللي يصوروها نورمار بالتيك توك مقلب الزراعة كلش قوي كلش يضحك مقطعنا رحتكم يا الرابط بالوصف الخبر الثاني اللي عادنا عن مفاجأة اليوتيوبر فأول يوتيبر عادنا هو وسامتكيت فهو وسامتكيت نزعل لسبب الانستغرام شوي تسطوريات وبهذا تسطوريات يعلم من خلالها إنو رح ينزل مقطع باشر وهذا مقطع رح يكون تحدي بينه بيسان وينزل باشرة الساعة بالأربع أما اليوتيوبر الثاني اللي عاده هو ملكة المشاهير ومحمى جواني فضيحتهم البيسان اسماعين فباكت المشاهر نزم مقطع على قناته باليوتيوب و بهذا المقطع محمى جواني قال هل حير جاي يصور لي بيسان أو لا رد على هذه الأسئلة ورد على مشكلة ويسام تيكت وبنفس الوقت على مشكلة ويسام تيكت إذا حابين تعرف كل هذه الأشياء رحطوكم الرابط للوصف رح شوفوا وشوفوا الصدمات اللي هناك اللي قالها ولا حج اللي حجة بصوته شخصيا وبس يا حبايب رح شوفوا المقطع بديكتبوا له بي كومنتات هل انصدمتوا من اللي قال محمى جواني الخبر الثالث اللي عاد عن تهجوم متابعين نارين بيوتي على نور ستارز في نور ستارز نزل على حسابها بالتوك توك شو هذا الفيديو وبهذا الفيديو ربطكم ايه اللي حابيني يشوفه فقاعد حبايب كل كومنتات اللي جاتيه قال يتهجمون عليها من جمهور نارين بيوتي هذو دموحيين وقال يتمسخرون عليها فاكتبون حبايب لكومنتات شركوا بهذا الخبر وهل تستعقل تهجملة تعرضت له أو لا الخبر الخامس اللي عادنا عن نارين بيوتي ونقطاعها عن السوشيال ميديا في نارين بيوتي نزلت على سبها بالإنستغرام شوية ستوريات وبهذا السوريات ستقولي ان هذو فترية قاطع عن السوشيال ميديا شوية وبالنسبة قصرت وضح المتابعين ان هذو الشخص اللي قاعد بياها هي محبيبها ولا زوجها ولا خطيبها وانما مجرد شخص قاعد يساعدها بتنظيف شغلة مهم رحطوكم السوريات اللي حابيني يشوفها كامل الخبر الخامس اللي عادنا عنا جلقاق وتهجمها على نورستارز في نجل جلقاق نزل على سبها بالإنستغرام وهذا السوري وهذا السوري يدخل بيه على حساب نورستارز بالإنستغرام وإن شاء نفعله عنها في حسابها بالإنستغرام بشأنك هتبعها السوري مؤثرين على الفاضي والذي هو يقصد أن نورستارز مالها فايدة مجرد مشوره ولكن هي متسوي ايش المجتمع لأن هي مضامة طويل فلسطين اللي قاعد يصر حاليا فكل حبايا قاعد يسوي حسابه بالإنستغرام باللون أحمر تضامنه في فلسطين وأن 500 فلسطين حاليا مهدد بالتهجير من حي اسمه حي الشيخ جراح هو صار في القدس على يد جماعات السيطانية واستعمارية وبتوضع من حكام الاحتلال الإسرائيلي صلعوا هاشتاغ أنه قضوا حي الشيخ جراح للتنظيف الأرقية وسرقة البيوت وجرائم الحرب وكل حسابات الإنستغرام صارت باللون أحمر تضامنه لهذا الشيء من مشاهير السوشيال ميديا أنه يطلعوا يتحدون بهذا الموضوع بقناتهم باليوتيوب أو بحسابهم بالإنستغرام يعني صراحة ما رح تخسروا شيء مجرد مجرد ستوري أو مجرد كلام عادي ما رح تخسروا أي شيء على الأقل سوى شيء ممكن يفيد المجتمع بالنهاية انت حبيت انه انت شخص اشترت بحبة الناس فأتمنى ترجع لهم شوية من هذا الشيء يقدم لهم أي شيء ممكن يفيد المجتمع وبوصلوا لحبايا بنا وصلت المقطع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة